أريد يعني أن أذكر فكرة من أكثر الأفكار اللي تعتبر صادمة بلغة إيش كان ما نفسه قال صادمة مر عليها قال تقريبا أكثر إيه يعني من ستين سنة لم ألف كتابه ولا تزال صادمة إيش هي في عالم نفس أمريكي سنة أبسامية أعتقد و أربعة وخمسين نشر كتابا اسمه التنبؤ الكلينيكي أو العيادة يعني ضد التنبؤ الإحصائي الستيستيكال الكلينيكال فيرسس استيستيكال فريديكشن اسمه الكتاب ألف سعمائة و أربعة وخمسين ما له كتاب هذا كتاب هذا صادم حين حين 22 إلى اليوم يقول إيه كان من لما أكتابه قبل سنتين تقريبا لا يزال صادما إيش هو من يتتوقع يقارب الحقيقة في إصدار أي حكم حتى في الأحكام القضائية يعني إيش العدلية كما يقال الجنائي منه وغير الجنائي القاضي بثقافته بخبرته في القضاء أو القضاء عموماً ولا نموذج آلي بسيط نعطيه للحسوب اللقن الحسوب نموذج آلي بسيط نعطيه القوانين نعطيه الجنح نعطيه الجرائم نعطيه العقوبات المخترحة نعطيه نظام التقاضي نظام الدفاع نظام كله كله ونقول له ايه فضل احكم الله سنقول لي حتماً البشر حتماً لا بد أن يكون الإنسان البشري أقرب وإيش إلى مقاربة الحقيقة يا أخي هذا يكون بيقدر هذا يشفهم هذا هذا ما أبو أخذ إيش أشياء كثيرة في الاعتبار وبقدر سيلاقي إيش المتهم وجهة اللي وجهه وشوف نظراته يشوف الميمكس تبعته الإيمياءات ردود أفعاله أكان مضطر بخير هذا عمل بشري أقول لي أكيد نحن وطبعاً هذا التحيز موجود عنده الكل عند كل القضاء وعند كل الموظفين المهنيين وفرع صنع أطباء هذا العالم كان اسمه إيش بول إي بول إي ميل مع إيش في النص بس لا تلفظ ميل العالم بول ميل صاحب الكتاب هذا طبعاً أريد أن أشرح عنوان الكتاب تقول لي إيش التنبؤ العيادي ضد التنبؤ الإحصائي كلمة التنبؤ إحصائي باختصار هو الذي يقوم به النموذج الآلي الكمبيوتر اسمه تنبؤ إحصائي هذا خلاص فهمنا تنبؤ حكم تنبؤي الكلام الآن عن أحكم تنبؤية طبعاً ما هي الكلينيكل؟ الكلينيكل هي ذات في الطب يعني عياده سرير لا 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 هنا معناها باختصار العملي ما هو العملي؟ هناك شيء في علم التشويش يسميها البروزيس باختصار البروزيس هذا نسيت أن أشرحها في أول محاضرة البروزيس هي العملية التي يقوم بها وعبرها وبواسطتها ذهنك في إصدار الحكم كيف تصعل الحكم عبر عملية باسمها البروزيس عملية باسمها عملية في العلم هذا ما هي؟ طبعاً واضح تبسيطاً أنها نظر في المعطيات في الديتا تنظر فيها مقارنة في مقارنات للأسف العنصر البشري يدخل تعقيداته الخاصة كيف يقول لها؟ المأقودة من تفضيلاته وخبراته وتجاربه وحدسي وصوته الداخلي الانرعي سيجنل هذا يدخلها وكلها ويضعها بعدين مسترشداً بلا شك طبعاً كل مهني في مهنته بماذا؟ بالقواعد المرعية القاضي ماذا؟ بالنظام القانوني والقواعد الملزم بها القضاء على أن لهم سلطة تقديرية تقلصت كما قلنا بفعل لإعترض الحمد لله هكذا ثم ينتهي إلى إصدار الحكم هذا كله يسمى ماذا؟ بروسس الحكم نتيجة مخرج وهذا هو وهذا كله اسموه هذا الحكم عفوا هذه العملية في إصدار الحكم سماها لبروفيسور بول ميل سماها ماذا؟ سماها التنبؤ العيادي بس فهمنا؟ هذا هو ترخيص الكتاب حلو ما النتيجة؟ قال أنا صعقت بأن الذين كنا نتوقع منهم تصديق ثقتهم ودعواهم الكبيرة عندهم ثقة كبيرة في أنفسهم منهم بالذات؟ الأطباء الأطباء عندهم ثقة كبيرة في أنهم أذكيا وبحفظ كذا وبراعه طبعا الطبيب أكثر من القاضي براعي القوانين لأنه حياة الناس وفيما حاكم قد يزجن فيها شغل مساهلة خاصة في أمريكيا وبتغرم وغرمات بتكسر الظهر أو سجون فلذلك الأطباء في أمريكا وفي العالم كله عندهم ثقة كبيرة بأنفسهم بقدرتهم على دمج المعلومات بقدر يعدد المناظير ودمج المعلومات كلها ويخارب الحقيقة أكثر قال للأسف الذي تبين لي من خلال دراستي أنهم فاشلون جدا في هذا البر فاشلون جدا في النقطة التي هي معقد فخرهم أننا نحن هذا نحسنه لا تحسنه بالمرة مصيبة المصيبة الأكبر من بين عشرات آلاف النماذج وتشغيلها واختبارها باستمرار ظل النموذج الآلي الميكانيك البسيط يعطي نتائج أحسن من البشر باستمرار الله أكبر يعني حتى في خضية مقاضاة في حياءهم موتوا وسجنوا فلوس قال لك خلي الحاسوب الملقم بهذا النموذج أحسن لك ما تروح أنت قاضي بشري فرص العدالة وأنك تأخذ حكما عادلا أحسن من قاضي بشري يا ويلتها لماذا؟ على فكرة مارفين فرانكل الذي ذكرناه في أول المحاضرة القاضي الأمليكي الذي اعترض على حكام التعسفية الوحشية مالغة التعسف الوحشية ما قال؟ سبحان الله ذكي جداً جداً الرجل قال لك أنا أعيد مبدعياً ذكرت أنا إدخال الحواسيب في المسألة جيبوا نماذج برمجوا عليها الحواسيب وخلي الحواسيب تساعد لا تطلب أن تستقل لا تطلب بموضوع استبدال الحواسيب بالبشر لا لكن ما عوامل مساعدة خلي الحاسوب يقضي إلى جانب القاضي البشري الآن وهذا آخر ما عندي لماذا؟ لماذا النموذج الآلي البسيط أنجح من البشر سواء كانوا مهنيين قضاء غير قضاء أطباء مقيمين موظفين في أي دائر لماذا؟ قال لك لأن النموذج الآلي البسيط يتبع القواعد كما هي دون أن يدخل تعقيداته لأنه ليس لديه تعقيدات لا عنده خبرة ولا عنده تفضيلات ولا عنده تحيزات رب قاعده خلاص ولذلك يعطي الأشياء أوزانها وفق ماذا؟ وفق القواعد البشر لا يفعلون البشر يرون أن من الظلم أن نكون آليين وأن نطبق القواعد بآلية تامة دون أن ندخل ماذا؟ تخديراتنا الشخصية الرحيمة ذكرت لكم قبل قليل مثال ماذا؟ الاسكل والموتوفيشن هنا أعطيته عشرة وهنا أعطيته ستة مثلاً لكن عدلت هذه بهذه وأنا عادل الكمبيوتر لا عنده شيء عنده إذا استحق هنا سبعة سيعطي سبعة استحق هنا ثنين سيعطي ثنين وهنا ثلاثة سيعطي وهنا عشرة وهنا ثلاثة ما عنده هو هيك كله عنده أوزان متكافئة صحيح؟ يعني أنت عندك من واحد لعشرة فقط ليس أكثر وأقل الكمبيوتر سيعطي بحسب أمور بجعله كل شيء وزنه وليس سيبدأ يفاضل مفاضلة جديدة بين الأجزاء بطريقة نسبية ليس سيعطيها البشر يفعلون وطبعاً عموماً يفعلون بنية صالحة وهي ماذا؟ مزيد من الدقة مزيد من الدقة ومزيد من الاقتراب من الحقيقة والعدل قال لك للأسف الدقة لا تتحقق كيف تكون الدرسات كلها؟ لا يوجد دقة بالعكس هناك تبايمة مرزعة جداً جداً في الأعكام قال لك الدقة لا تتحقق والوفرة تهدر والعدالة تضيع إذن من الأفضل قال لك؟ قال لك للأسف في كل الحالات التي تم باختبارها وتشغيل نماذج دائماً النموذج البسيط للأسف يتفوق على البشر شغل كثير هذه الفكرة تصدمنا 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 رجلسياتنا طبعاً وذقتنا بأنفسنا ودورنا الذي لا ينبغي ولا يقدر الحاسوب على تدوية ما هو عصن حاسوب الأخير ابننا صح؟ أنا أبو أنا أبو أمه ولكن عندما يشتغل هو من غير إدخال تعقيداته هذه تتذكروا الآن كلمة العبقري موشيل مونتين لا أعرف ذكرت المحاضرة ولا ذكرت اليوم في الخطبات موشيل دي مونتين ما قال؟ قال أنا رجلين اثنان واحد ساذج بسيقة الساداجة أو نزيه تام من نزها لكن لا تأخذ لي أحد أو مثقف أو فلسوف أو مدرسي من القرى وسطي يدخل لي عقله وتأويلاته يخرب الدنيا رهيب ذلك فعلاً على الفكرة يعني أنت عشان تعرف كم هو عقله هذا مميز يجب أن يكون لديك ثقافة وأسفة كثيرة الغربية لما أعضوه مكان كبير يمشل ديومنتين وإعتبروه شغلة طبيعية ما كانوش كبير لهم لاحظوا عليه رجل هذا غير عادي عندهم لحظات ماذا أقول لك؟ بالغة النفوذ والاستبصار والدقة عندهم لاحظة بقول فيها مثلاً أسهل شيء تخدع الناس فيه ما هو؟ أسهل شيء يمكن أن تخدع الناس فيه الشيء الذي لا يعرفونه وهو ما هو؟ قال هنا أقتبس أفلاطون بليتو ما يتعلق بالرب وبالآلهة حدسهم عن الآلهة وحكي البدك إياه تخدعهم والله صح هذا من أيام أفلاطون لليوم صحيح صح ولا؟ الرب بده هيك يسوع بده هيك بوذا بده هيك الآلهة بدها هيك الآلهة لابد أن تنصى وحتعمل حروب وتعمل مشاكل وتعمل والبدي كيف تسوي ليش؟ لأنك أنت بتخوض في مجال بصراحة غير مفهوم للناس محلا واحد تدع أنه أنه فاهم نطاق الألوهي تأستغفر الله العظيم أريد أن يعادل نفسه بالله يعني هذا نطاق الذي لا يفهم فيه أكثر بكثير من ماذا؟ ستقول لي في الدين أيوة في الدين عندنا تأكيد لهذا الشيء لذلك حذاري ثم حذاري ثم حذاري أحسن خاتمة أحسن خاتمة أحسن خاتمة ما لله حقا وهو ليس لنا الحكم على الناس إياك أن تحكم على الناس لا ضمائرهم ولا آخرتهم ولا جنتهم ولا نارهم أترك هذا لله وإذا لم تشتغل أيه؟ لم يطلب منك أن تكون حاكماً لنت موظف في دائرة لجوء ولا في دائرة توظيف ولا في دائرة هجرة ولا أنت تعطي التقرير ولا أنت قاضي ولا أكد أحسن شيء خل شعارك شعار السادة الصوفية وما أحسنه من شعار وأعتقد محاضرة اليوم بتورجيك كم هو عميق وعظيم وفي محله دع الخلق للخالق والله ما أنت عارف حاجة إياك في كلامك وتقييمك ستقول لي أسكت هيك يا صمم بوكم لا تكلم وخلزانه الطويل مدحاً لا ذمّاً امدح الكل أحسن واحد هذا هذا أعتقد أنه صار امدح وانت ماشي انت في السليم إياك تنتقص الناس أو تحاكم ضمائر الناس أو تحكم على الناس أو تسخف الناس إياك أن تفعل هذا واحد ارتد واحد مش عارف إيه واحد زنى إياك إبكيلوا إنما الناس مبتلاً ومعافاً احمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء من بلغات الإمام مالك في الموطأ موسيقى 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 موسيقى